مرجو تساب bleeding مرض انفلونزا خنازير مرض تيطاب بالاطفال كالعام لنا حالات عدر انفلونزا الخنازير هذا العام ليس مختلف للعادة وفايةprochen مدى انفلونزا الخنازير فالتحدة لأنك كل عام ملائة كل عام تتكون لغرب يعني ماشي هاد العام مختلف ولا هاد لغرب جات قاسحة يعني هاد اللي تنشفو هاد فيسبوك و هاد الفيديويات ان الاطفال تيموتو ان كانوا واحد الحالات خطيرة دي الانفوينزة الخنازير هاد شي ماشي بالصح يعني الحالات اللي تنعاني وفي عده بقنا في العيادة ديالي او للمستشفية تنشفو حالات اللي كل عام تتوفدوا علينا حالة ديال لغرب يعني ماشي حالة مختلفة على الحالة كل شي تمرد بالرواح كل شي تمرد بالكحبة كل شي مرة مرت أطلع علي الحرارة يعني ماشي مرض ان هاد العام جاني واحد المرض تقتل الدرائي صغار بغابور لليزاني بخيسدان يعني هاد العام مايمكن شي طفل ما تجيش الحرارة مايمكن شي طفل نفديره مينسين مايمكن شي طاش ما يمرد هادو حالات عادية يعني الطفل تدلمنع عديله في الول تمرد واحد العامين تلسين لونة تدوزها تكون وعاد الجهاز المناعي عاد تتأقلم مع الوسط اللي تعيش فيه نو كتير مرت شمرة برواح مرت شمرة بالكحبة يقدر اتعاده كتير في الدار كتير من المدرسة مزيان انا هاد شي اللي ترى حاجة مزيانة ان مفكروكم في واحد الاحتياطات لجميع الامهات خاصهم يديرهم اول حاجة الخسيل ديال الدين قبل ما تدخل بطار خسل يديك قبل ما تتوجد الام الماكلة لانها تتحاجة ناكلها تخسل يديها تبديل الولدها تخسل يديها لانت مروحة تدر واحد المشوار و هذا المشوار تلوحو لانت تكحبش على يديها لان يديها تكون فيها جميع الميكروبات هادو احتياطات لجميع الامهات الوالدين خاصهم يديرهم في الحياة اليومية ديالنا هادشرة كان كل عام كل عام كانت يموت لنا واحد افلوانزة تقدر يكون عنده الطفل مشكلة المناعة كان اطفال عنده مشكلة القلب ما تتحملوش افلوانزة عادية او لا شي واحد فيه واحد ضيقة كثيرة ما تتحملش يعني كل عام تكونوا وفايات يعني ما يكونش هاد العالق هالع ماذا تتحملوش تطلع علي الحرارة وحرارة عادية تتحملوش تطلع علي الحرارة وحرارة عادية يعني 90% ديال الحرارة تكونوا فيروسات قليل فاش تكونوا باكتيريا حيث الباكتيريات هم اللي خاصهم الادوية هم اللي خاصهم موح تكون ضيفوا حالات اسهال تكون شمرات حالات كحبة يعني بحلق غيب اللي تتجينة كاملين اللي معروفة تتجينة كاملين تتكون فقدان شهية الولد ما تبغي شي اكل غير مرخي غير ناس تكونوا هاد الحالات افوازة حالات نادرة كانوا حالات متى انتهاب السحية اللي تنخافوا منها بثاف هادك تقدر تشار الطبيب المشي المستشفى تأخذ الادوية يعني تسعين في المياه اللي تجوني تنقى فيروسات نوك ميدخلعوش هادش اللي كان فيسبوك كل عام كان هادش يعني ماشي حالة مختلفة على الأعوام اللي فاتش هادش تنطبقتها لناس الكبار يقالوا ان المرأة الحامل خاصة تدر التلقيح تنشفوا على حسب المرأة يعني ماشي جميع النساء الحوامل خاصوهم يدروا هادتلقيح على حسب الحالة ديالها على حسب المناعة ديالها على حسب الحالة ديالها التخوف اللي خاصة يكون أنا بالنسبة لي ماشي الوقاية ماشي والتلقيح الوقاية تكون السبوع ماتيجي تيجي سبوع هالي نفسي خاصة يبوس هالي معرشنه خاصة يكوح هاده هي الوقاية يعني الواحد ما خاصوه يبقى يحشم اللي كان ولدك اللي كان يكون مراد ما تقربش لولدي ما تقرب ليش لأنه هاده بقى صغير بقى مددتش يتلقيح هاده يقدر يقتلوه تقدر تجي مراد العواية بزيف ديال أطفال تجيو مراد انت تقدر تكون كحا عادية و تكون عندك مراد العواية طفل يقدر يزرق ما يبقى تنفس على هاده المرض الوقاية هي انه ما تحشموه اللي كانش واحد مريض بقى في الدار ديالك ما تجيش باش تزورني وتبارك لي ما تجيش تبوس لي ولدي وتعاديه وتمرضه و انقافي مشكلة اخرى هاده احسن وقاية تتلقيه ماشي ضروري لكن الطفل ديالك نف دياله تسيل او لا تطلع عليه حرارة ولكن دغيه عبطت تجري ما فاتش مشكلة ما تخلعش يعني هاده حالة عادية تمر بها جميع الاطفال ما هي الوقاية؟ الوقاية هي النظاف يعني الغسل ديالدين تسعبني اموشوار ما تكحبيش اليد ديالك سيتو يعني ما وصلناش لهاد الدرجة الكمامة الكمامة سيفغي ولكنش واحد لي كان ديجا مريض كان ديجا مريض باش ميعاديش لدر الاخرين اما ديكشي باش تدال الكمامة وتخلي ولدك في الدار لا انا جسو كمبليتما جسو كونتر جسو كونتر اشتركوا في القناة